اهلا بكم كيفاش ممكن انني نحمي الصورة ديالي من السرقة يعني الصورة ديالي تكون عليها العلامة المائية ديال الصفحة ديالي ولا الاسم ديالي انا كيفما كتشوفوا على هات الصورة هنا هي كاين اللوغو ديال الصفحة ديالي زاد للتكنولوجيا هنا كندخلوا الموقع ديال جوجل كيفما كتشوفوا كنكتبوا فوتو بيا وكنكليكيوا على مشروع جديد وكنختاروا على حساب الصورة اللي عدنا انا عندي صورة يعني عمودية 1080 على 1920 هنا كندير مياه وكنكليكي في الاسفل مشروع جديد وكتعطيني يعني الخلفية بيضاء لا بغيت نبدل لاللون ديالي نبدل ولكن انا محتاج انني نبدل لاللون ديالي لغا مشيدة بالميلف هنا يا كنكليكي في الاعلى على ميلف هنا كنكليكي فاتح ووضع كنكليكي هنا جوجل مرات على الصورة وكتحول فوق الموقع هدي هي الصورة ديالي دبا حاليا دبا غا مشي نضيف عليها الايقونة ديال القناة ديالي ولا ديال الصفحة ديالي زاد للتكنولوجيا نفس الشيء غا نرجع نكليكي على ميلف فتح ووضع مشي نجيب الايقونة كنكليكي عليها جوجل مرات وكتحول حتى هي فوق الصورة ديالي من هنا من الاسفل كنحدد يعني تحول حر باش نتحكم انا في الحجم ديالها هادي نصغرها شوية اوكي بها الطريقة ديالي من بعد يعني كنبقى دائما نحدد عليها هنا في اليامين يعني على ذك الصورة ديال الايقونة ديالي هنا يا كما كتلاحظوا معايا وكنمشي كنختار المرشح ولا الفيلتر كنكليكي عليهم وكننزل غير ذلك وكنكليكي على تكرار لاحظوا معايا اصبحت متكررة هنا غنتحكم لدبا في الحجم ديالها كيفاش بغيين حطها كل شيء مهم جربوا انتم كيفاش بغيين تخليوها لاحظوا معايا نوضع هذه هنا باش ما تغطيلياش على الصورة هنا كيفما كتشوفون صغرها لا بغيتوا تديروها صغيرة بزاف يعني تشوفوا الوضع ديالها اكس ايجري كيفاش بغيين تحطوها ثم كتختارو الزاوية ومن هنا من الاعلى كنكليكي على موافق هنا دبا غاني نمشي لهنا وغادي نكليكي على الشفافية ولا على ملء اللي بغيتوا انتم المهمات تكليكي على الشفافية وغا تنقص منها باستفان الصورة ديالي تتبقى يعني كما قلنا على ممائية ضعيفة جدا يمكن لك شي مرة تاخد شي صورة ديال شي واحد ما تبال لكش انت العلمة المائية اللي انه هو دير واحد ولا جوج في المياه وغا تصداق مصيد اوكي هنخلي وهذا بالتمنية في المياه ولكن انا العلمة المائية بغي نحيدها عن وجهي وبغي نحيدها عن لباس ديالي فهذا الحالة هدي كما كتلاحظوا معايا كنمشي كنختار القومة ولا الميمحات يا هدي اختار الادات الميمحاتية اللولى من هنا من الاعلى كنت تحكم في الحجم ديالها نزيد لها واحد شوا باش نزرب شوية هنا كي طلب مني انه مثلي نحولها ندير يعني عنصر ذاكي وندير الدماج هنا من اليمين كننني أن أخول الي عنصر ذاكي كنختار الحول الي عنصر ذاكي ومن بعد عبر نفس الشيء كنقليكي وكنن menstarm و Raven Conference 10 وانعد نرجع يعني نفس الشيء إن هلا غلط شي أنت في المسح يعني كنقليكي هنا في الاعلى وندير نleşعيدها إلى الخلف ونرجع ونمسح ي displaying غير المكان اللي يبغي نمسح أنا أمسح الوجه أمسحت اللباس ما أخصت تبلع العالمة المائية نخلف بعض الأماكين لأنه يقدر يقطعوا ذلك الماكين اللي كتبين فيه العالمة المائية هنا غادي نصغر الحجم ديال الميمحات باش نمسح يعني الأماكين صغيرة بهالطريقة هدية وبعض الأماكين طبيعة الحال غادي تبقى العالمة المائية وتالي ما يقدرش أنه يدير عمليات ديال القص بعد ما انتهينا دبيلا بغيت بعض الأخوان كيسولوني على الإضاءة كيفاش كنضيفوها الإضاءة كنجيول هنا اليمين وكنكليكيو يعني طبقة جديدة كنديرولا طبقة جديدة الإضاءة كنديرولا طبقة بوحدها ومن بعد كنمشي وكانمشيو هنا الفورشات كنكليكي على الفورشات كنختار هذا الخيار الأول هذا هو كنزيد في الحجم كل ما كبرت كل ما كتكون أحسن كتب الأحسن نزيد نكبر أو لا أوكي من هنا من الأسفل كنختاره النوع ديال يعني اللون كيفاش غتبنى الإضاءة من هنا قد نختار دبان بدل الألوان نفتارد على سبيل الميتة ندير لو الأسفار موافق ونكليكيو في البلاسة فين بغيت تبليلك النوع ديال الإضاءة بها تشكل هذا ممكن أنني نرجع من جديد ونبدل باش نغير الألوان ديال الإضاءة موافق دائمان وكانكليكي في الأماكين اللي بغي يبانو في هالمصابيح ممكن أنني نوضع بزب ديال الأماكين نرجع لهنا نفس الشيء كنرجع لهنا الأسفل وكانكليكيو وكانغيره اللون ديال الإضاءة اللي بغينا وهنا بها تشارط هذا تهو كده لك باش يعطينا ألوان كان نختاره من جديد وكان نوضعه فوق الصورة ديالنا هنا كيف ما كتلاحظه كل ما كيكون الحجم صغير كل ما ما كتعطيش واحد الإضاءة مزيان وبتالي ممكن أننا نبدلو الحجم ديال الفرشات وهنا كيعطي انتشار للضوء أحسن لاحظوا معايا بها الطريقة هدية واللم هنا وممكن أنك تغير كما قلت لكم يعني الألوان كليكي دائما على موافق وهنا غتكون ديرتي بزف ديال الألوان مختالطة على بعضها دباء غادي نمشي ونحافظو المشروع ديالنا كان كليكيو هنا على ملف كننزلو الأسفل وكانديرو حفظ بصيغة البي انجي كنجيو هناك نكليكيو على حفظ هناك نكليكيو على موافق وهناك تكون صورة ديالي تحافظت على الملفات سواء الهاتف ديالي سواء الحاسوب ديالي هذه العملية يمكنكم تديرها سواء من الحاسوب سواء من الهاتف هذه هي الصورة ديالي كيف ما كنت لاحظو وكنت لاحظو بأنك هي العالمة المائية في الخلف وبالتالي الصورة ديالي محمية من السرقة ما يقدرش احتشي واحد أنه ياخدها وإلى أخدها أنه يتعرف عليها سواء الفايسبوك سواء أي منصاك يتعرف عليها صاحب الصورة الأصلية بطريقة سريعة جدا وبالتالي كانت هذه هي الطريقة اللي ممكن أننا نحمي بها الصور ديالنا من السرقة بإضافة العالمة المائية نتمنى لكم التوفيق شكرا إلى فيديو قادم بحول الله